السلام عليكم يا حضرات عايز أتكلم مع الـ Parents في موضوع مهم والفيديو ده خاص لأولياء الأمور بزيد في دلوقتي عندنا مشكلة بتواجهنا كلنا سواء كطلبة أو كأولياء أمور أو كمدرسين وهي إن فيه Disconnect إن فيه عدم ارتباط ما بين التلات عناصر الأساسية دول وإحنا تكلمنا قبل كده في الموضوع ده إن الطالب علشان خاطر يجيب سكور كويس ويدخل كلية كويسة ويبناجح في المذاكرة بتاعته محتاجين إن إحنا نركز إن فيه تلات عناصر مهمين كلهم بيكملوا بعض طبعا الطالب أولا التيتشر ثانيا والبارنت ثالثا وده مش في أي ترتيب يعني ممكن نقول البارنت أولا وبعدين التيتشر ثانيا طالب ثالثا المهم إن هم التلاتة دول بيكملوا بعض علشان الطالب يقدر يجيب السكور اللي هو عايزه بنلاقي إن الولي الأمر بيعتمد على إن التيتشر بيعمل كل حاجة مع الطالب والطالب بيعتمد إن التيتشر بيعمل كل حاجة معاه أو إن ولي الأمر already متفق مع التيتشر على الحاجة اللي المفروض تتعمل وكأن كلنا بقينا passive يعني بقينا مستنيين اللي بيتعمل فينا اللي يتقلنا اللي يتعمل لنا ودي مشكلة كبيرة جدا عمر مطالب بيوصل لسكور عالي وبينجح نجاح بجد كويس اللي إذا كان هو والبارنت بتوعه يعني هو بيذاكر من نفسه البارنت بتوعه بيتابعوا مذاكرته من نفسهم مهم جدا جدا الكلام ده طيب حضراتكو كأولياء أمور ساعات بتشتكو أو مش بتشتكو إنما بتفتكروا إن المدرسة هي المسؤولة عن تعليم الطالب إن المدرس هو المسؤول عن تعليم الطالب وخلاص وأنا هنا مش بتكلم عليه أنا خالص أو على الكورسز بتاعتي إحنا الحمد لله في تواصل كويس ما بينا وبينجح نعم دي يعني ده موضوع عام ونصيحة عامة لبكل حتى في المدرسة يعني بعيدة عن الأساتين ده مش صحيح حضرتك لو وديت ابنك أو بنتك المدرسة أو وديت ابنك أو بنتك الدرس فهم ما زالوا ابن حضرتك وبنت حضرتك وحضرتك مش هتفرق إنهم راحوا المدرسة المسؤولية لسه تقع على حضرتك سوى مهم جدا إن أنا كولية أمر أتابع ولادي بيذكروا ولا مش بيذكروا بيحضروا درسهم ولا لأ بيكتبوا في الدرس ولا لأ منتبهين ولا لأ بيردوا على الأسئلة ولا لأ في البيت بيذكروا مذاكرة سليمة ولا لأ طبعا في ولاد في البيت بيذكروا ولكن ما بيذكروش يعني هو يبدو لولي الأمر إن هم بيذكروا هم عادين على المكتب معهم ألم معهم كراسة معهم كتاب ومش أغالين بيقروا وبيحلوا بتاع إنما مش بيستفيدوا حاجة لأنهما بيذكروا غلط مهم جداً وليه الأمر يتواصل مع التيتشر ومع الطالب نقعد مع بعض ونشوف أنا بذاكر إزاي هل اللي أنا بذاكره ده صحة ولا غلط وذكرتي دي سليمة والمش سليمة إيه اللي المفروض يتعامل عشان أذاكر بطريقة سليمة طيب حنلاقي برضو شكوى تانية من أولياء الأمور اللي هما بيقولوا أنا مش فاهم الكلام يعني أنا الإنجليش بتاعي ضعيف فمش قادر إن أنا أتابع الإنجليش بتاع الأسيتي مثلاً اللي إبني أو بنتي بيذكرون أو مثلاً الماث عندي ضعيف فأنا مش قادر أتابع الماث اللي هما بيعملوه أنا ما بفهمش في المادبة دي أوي دي درجة إن أنا أقدر أتابع مذاكرة الولاد إذا كانت سليمة ولا ألا وهنا طبعاً ده يعني شيء كلنا مدركين ولكن أنا كولاية أمر علي المسؤولية دي يعني أنا إبني بيذكر ماث وبيذكر إنجليش وبيذكر مثلاً يو اس هستري وبيذكر بيولوجي وبيذكر فيزيكس لازم أنا أتعب شوية وأفهم إيه الحاجة اللي هو بيعملها دي مش حبقى خبير في المادة مش هتعلمها من أول من تديد بس لازم أفهم كويس جداً لازم حضرتك وحضرتك كأولياء أمور تبقوا فهمين إن الإنجليش بتاع الأسيتي ده متقسم لريدنج وبتقسم لرايتنج إن الريدنج ده أصعب من الرايتنج إن الريدنج فيه خمس أنواع من الأسئلة الرايتنج فيه تسع أنواع من الأسئلة أولياء الأمور مثلاً من جروب زي جروب رايت ويت وآسيتي عاملين شغل كويس جداً في إن هم بيحاولوا يواعوا أولياء الأمور بنظام الأسيتي وبالامتحان وبالأميركين دي ما عمتاً وكلام ده كله حضرتكم أطلوب منكم إن أنتوا تتعبوا شوية في الحتة دي وتبقوا فهمين كويس أول ولاد إيه الحاجة اللي هم بيذكرها نفس الشيء في الماث ونفس الشيء في المواد المدرسة لازم حضرتكم تبقوا عارفين كويس الحاجة والطالب أول ما يحس إن مامته وبابا فهمين الحاجة اللي هو بيذكرها عارفين إيه الحاجة اللي عليه فعلاً بيبتدي يحس بمسؤولية زيادة لأنه بيبقى عارف إن وليه الأمر ممكن يجي ويقوله وريني أنت بتذاكرين وريني أنت خلصت إيه إنما طول ما الطالب عارف إن أنا كوليه أمر ما عنديش فكرة هو بيعمل إيه أنا بتفعله فلوس الدروس وخلاص أنا بتدير مدرسة وخلاص ومستني إيه جي بسكور حلو وبتخانق معي وقوله زاكر 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 وليه مش بتذاكر وليه جاي بسكور وحش على طول بيحس إن هم مش فاهمين الموضوع صعب إزاي هم مش عارفين إيه اللي هو راية هم بيقولوا كده وخلاص وهم مش مدركين حاجة خالص هم لو كانوا مكاني كانوا عملوا كذا كذا دي بتبقى حجة تطالب بيتحك بيها على نفسه علشان ما يذكرش الطريقة سليمة فإحنا عشان نقطع الحجة دي عليه لازم إحنا كأولئة أمور نبقى فاهمين بقدر المستطاع النظام بتاع American Diploma بسطعة عامة المظام بتاع متحاني ال-ACT أو ال-ACT مثلاً للا هيخشه بعد كده ال-English متقسم إزاي الماث متقسم إزاي المواد ال-ACT2 زي Biology وكده متقسم إزاي اتكلم مع التيتشر حاول تعرف منه اسأل على جروب زي هتلاقي ناس كتيرة تدلك تفاهمك الموضوع عبارة عن إيه علشان تقدر تتابع مع ابن حضرتك أو بنت حضرتك ابن حضرتك أو بنت حضرتك وده مهم جداً 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 سواء نفسياً للطالب إنه يبقى عارف إن parents فاهمين الموضوع مش إزاي أو كمان علشان حضرتك تبقى تبقى حاسس إنك مسيطر في الموضوع ده لإنك فعلاً عارف إلا حاجة إلا مطلبة الحاجة الثانية هو التواصل مع teacher غالبية الأحيان التواصل مع parents بيكون إن parents يأما بيشكروك إن ابنك أو ابنهم أو بنتهم يأما بيشتكوا إن الإبن أو البنت مش بيعلو ومش بيذكروا ومش عارفين يعملوا إيه وتايين دول الحاجتين اللي دايماً بنسمعهم طب في حاجة تالتة حاجة تالتة اللي تقريباً ما بنسمعهاش خالص اللي هي مستر كريم أنا عايز أعرف الاسيتي ده عبارة عن إيه يعني منهج ده عبارة عن إيه هو إيه اللي المفروض يتعلمه في الدرس إيه اللي المفروض يذكره المفروض يوصل لإيه عايز أعرف لما أبص على إبني أو بنتي هما بيذكروا هل هما بيذكروا صحة ولا غير هل هما بيضيعوا وقت بيتحكوا علي ولا هما فعلا بيذكروا بطريقة سليمة فدي كلها حاجات لازم نعرفها كبارنس علشان خاطر نقدر إن إحنا نتابع ولادنا بطريقة سليمة ونقدر نتكلم مع التيتشرز بتوعنا بطريقة سليمة برضو يعني كان موضوع مهم كنت حابب أتكلم فيه جاريتي يكون مفيد لأي حد بطريقة سليمة